بسرعة كمان عشان تعرفوا دولتكم اللي بتتغير قد ايه العين عليها لازم تعرفوا ان يعني الخدمات اللي بتقدمها وزارة الداخلية واللي بيتم تطورها بشكل يومي ربما يكون اخر حاجة عندنا عايزين نقولها لحضراتكم في بين السطور الشباك الواحد اللي من حقكم تروحوا تقدموا فيه وتخلصوا كل المصلحة بتاعتكم وانتوا واقفين يعني لا حنحاول نتواصل مع مدام اعتماد ولا مدام انشراح فكرة الشباك الواحد اللي ممكن تعمل منه شهدت الميلاد شهدت الوفاء لقدر الله اسيمة الجواز اسيمة الطلاق لقدر الله كمان ولو المواطن ده محبش يتعب نفسه ويروح المشوار كله للأحوال المدنية اعتقد ان الموضوع بقى اكثر يسرا لان من خلال البوابة الحكومية الالكترونية على موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية الانترنت الموقع ده اسمه cso.gov.eg والموقع ده ببساطة تتقدر تتعامل معاه باستخراج المستند ويتم توصيل الخدمة المطلوبة لحضرتك في مكان اقامتك بمعدل حاجات بسيفة جدا احيانا بتصل الى 10 جنيه يعني حتى مش تمن المواصلات والموقع قدام حضرتكو على الهواء www.cso.gov.eg وتقدروا تعملوا منه كل الخدمات تصدقوا كمان ان دولتك اللي بتتغير ديه واللي لسه فيه ناس بترملكوا الاسئلة الغلط وانتوا قدها وقدوتوا بتردوا عليهم بجد عملوا كمان في الطابق الارضي مكان لكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة وعملوا خدمة اضافية ان الناس اللي فوق الستين ومحتاجين يجددوا بطاقة الرقم القومي او يستخرجوا اي اوراق مطلوبة في حالات الميراث او غيره ممكن يبعتوا مع ابنائهم وبالبطاقة يقدروا يخلصوا لهم كل الاجراءات بل اكتر من كده كمان مش بس بقت المسألة ديليفري ده من حقهم يطلبوا ان يروحوا يصوروهم في اماكنهم سواء مستشفيات او اماكن اقامة او حتى دور مسنين ويودوا لهم جهاز التصوير بتاع بطاقة الرقم القومي لحد عندهم ويتم انهاء كل هذه الاجراءات دولتنا بتتغير بتتغير دولتنا بتتحرك عشان تمد ايديها لنا احنا مواطنيها ظهير الدولة قولا واحدا لكن قوى الشر مش هتقبل ما هو مش بسهولة كده زي بالزبط منظومة الخبز منظومة الخبز يا مصريين ايه الدولة اللي هتلعب فيها لازم لما السؤال يترمي قدام حضراتكو حتى لو طلعلكو من قناة ما تروحوا تسألوا نفسكو مين صاحب القناة وهل صاحب القناة قلبوا عليكو اكتر من الدولة يريد كده نفكر دايما بدل ما الحكاية تاخد معنا مساحة واسعة جدا طيب